يغادر جوزيف جاد منصبه كرئيس مدير عام لأوريدو الجزائر شهر سبتمبر الداخل ليتولى مهاماً أخرى بمجمع أوريدو القطري خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في عهده والتي استطاعت تحقيق الصدارة في سوق الهاتف النقال بالجزائر برقم أعمال وصل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 إلى 252 مليون دولار حسب ما جاء في البيان الذي أوردته الشركة جوزيف جاد والذي التحق بمنصبه كمدير عام لأوريدو سنة 2007 والتي كانت تسمى الوطنية للاتصالات نجمة استطاع أن يضع الشركة في صدارة سوق متعاملية الهاتف النقال في الجزائر وبعد عشر سنوات من العمل قرر المغادرة تاركاً وراءه إنجازاً كبيراً بلغ بلغة الأرقام 252 مليون دولار كرقم أعمال حققته الشركة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 ومنذ توليه مهمة إدارة الشركة أشرف جوزيف جاد على إطلاق العديد من الخدمات بداية بتكنولوجيا الجيل الثاني والجيل الثالث وصولاً إلى النجاح في اختبارات الجيل الرابع بالإضافة إلى خدمة الانترنت ويعد جوزيف جاد أحد الرجال الذين صنعوا الإنجازات الكبيرة للمنتخب الوطني لكرة القدم برعايته للخضر في المحافل العالمية كما تعد جائزة نجمة الإعلام إحدى الجوائز المهمة للصحافة في الجزائر والتي سعى إلى تطويرها سنة بعد أخرى وغيرها من المبادرات الإنسانية الكثيرة التي أطلقها متعامل الهاتف النقال أوريدو في عهد جوزيف جاد